اشتركوا في القناة 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 فمن الأحسن أنكم ديروهم في تلاجة من التحت في تلاجة خليوهم 11 دقيقة بما صاوبتوا الحشوة أنا كما أكتلكم من الأحسن أن الحشوة صاوبتوا هي اللي ولعتوا تصابوا العجينة هكا بما قريتوا شغالكم نغسلتوا شيء ميعنات وتخرجوها وبدو تخدموها مباشرة هي هذي كنخليوها ترتاح فقط غيباش كنتلقوها ضغيقة تسلقو ما كنتحدبناش إلا كنتوا بغيتوا كنتوا مزروبين فكيف كنتلقوها ومباشرة كنتلقوها وكتخدمو بها سوف هنا بعد مدى 10 دقيقة أنا لعجينة أخليه صغير إلى جنب هذي ناخد الكرة اللولة وغادي ندهن سطحنا عمل بشي دية زيت وغادي نبقى نطلقها حاولوا أنكم تطلقوها رقيقة هذي بجيكم زيانة ما تغلطوهاش أنا بعدها ما كنت أجبني شغال هذا خليوها شوية رقيقة وميكو تكونوا كتطلقوها وانتوا مكتشكلوا على شكل مستطيل فكما كنتشوف أنا كنحاول نسرحها بيدي وكنحاول ناخد العبارة كنقادوها بيدي باش كتجي كاملة متساوية سوف ناخد الموس ولا قطعها للبيتزا وغادي نبقى نقطع ذلك الجنبات من الأحسن أنكم تقطعوهم مرقاق وتقطعوهم مش غلاد باش ميكو تكونوا كتفروا هذيك العجينة كيبان المنظر ديال هزوين أما اللي كانوا غلادين فهو كتجي في حلة مغطية ما كذبان شد فيرة واضحة وغادي ناخد الحشواء هنا هي أخذية بصلة وفلفلة قطعتهم قيطة اللي هم أرقاق وشحرتهم مع شوية زيت البلدية وشوية الملحة وشوية البزار وشوية التحميرة خليتهم يتشحرهم مزيان حتى كتبتك فلفلة وكتنشف من الماء وكنخليها أو تاني كان ديرها شي تبصل وكنخليها تبرد وكنحطها دروري أن الحشواء خطتكون باردة ما خطتش تكون دافية وما خطتش تكون سخونة صفي هنا يا غادي نحطها على الوسط كي ماشتوا حاولوا أنكم تخليوا الطريفات ديال العجينة من الفوق ومن تحت باش تلويهم أنا ننسيت مو وغادي نوري لكم في العجينة التانية صفي غادي نزيد شوية ديال الطون كي ماشتوا وغادي نزيد الجبل ديال الساندويت غادي نقطع لاجوش وغادي نزيدو فانتو ما ديروا الجبل اللي كيحجبكم وليك تفضله ولكن هاد الجبن هادف هاد الفطيرة كيعتاه وحد لما داق زوين وحتى عليك زوين ومن بعد نزيد الجبن الموزاريلا ديروا نشو ما الجبن اللي بغيتو اليمكانكم أنكم ترشوا عليها الزعصر كيعتاه وحد لما داق زوين هاد هاد الطون وفلفلاو والفورماج كيجي معه الزعصر زوين انا فقط نسيتو سفي غادي نبقى نضفر كيما غادي تشوفو كيما اكتليكم باللي خاسكم ضروري أنكم تخليوا داق شوية داق طريفة غي طريف من فوق ومن تحت وباش تجموا العجينة عاد كتبدو نضفره ميك تكونوا كتدفروا العجينة حاولوا أن كل خويت كتوصلوها الراس والتانيتة هو كتوصلوها الراس ما تخليوش الوسط كيما هو واضح في الفيديو ميك تكونوا كتدهنوها دهنوها وحاولو أنكم تا كتوصلو شيتا لذك دك الدفيرات اللي هما لداخل باش ميك تتحمر ما كتباش لكم باللي شي خضر وشي حمر شي محمر وشي مازال خضر كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوني سفي غادي ننزيل نوجه ديالها بشي ديالجنجلان والسانوج وغادي ندخل الفران اللي كنكون مسخنها من قبل من فوق ومن تحت ميك ندخلها كنتخلاتها كننقص عليه العافية اللي كتكون متوسطة أنا دخلتها لعافية ميو سسين وكوينفقاشها عليها من فوق ومن تحت ستكمل طياب ديالها ميك تتحمل كنخرجها من الفران هنا قد ندوز نصاوب معكم الحشوة الثانية والعجينة الثانية سيقطعتها بنفس طريقة ديال اللولة غير هنا خليت دك جنيبات اللي أنا في اللون نسيتهم وانا قد نوريكم في الاخير كيفاش غادي تطويهم وتجمعهم باش متخرش لكم الحشوة ميك تكون كطيف في الفران فكما كتشوفوا النفس البصلة وفلفلة اللي شحرت من قبل تهوم درسوم في الفطيرة الثانية غادي نزيد عليهم اللي مبدل هي الكفتة اللي شحرتها هي من قبل اللي كتكون باردة مع شوية الملحة شوية البزار وشوية دلتحميرة مع زيت البلدية كان شحرها مزيان حتى كتنشف وغادي نزيد عليها لجبن مربع ديالسوندويتش وكيبقى فقط كاقتراح ديرون توم هذك شين متوفر عندكم في الدار ديرو في هذه المرحلة بعد ما عمرت الفطيرة كاملة بالحوشوة سوف نأخذ الجنبات كما كتلكم كتوية هم اللوولين وهذا كتبقى وضفروا هذك الشرائح اللي قطعنا كما كتلكم باللي قطعهم رقاق يجي لمنظر ديالهم حسن اما غلادين ما كيجيو زوينين ومو كسبنش ضفيرة واضحة سوف نكملهم في نفس طريقة اللي درت للولا ومن بعد رجع معاكم فبعد ما كملت التفيرة ديالي كاملة غادي ندهن لوجه ديالها تهي بصفر بيضاء وصلصة السوجة اللي حدرت معاكم من قبل وغادي نزينها بزنجلان والسانوج غادي نتخيل للفران كيف كان خرج اللولا كانت خلطة تانية وكان خليهم يطيبوا على عفية لكتكون متوسطة كما كتلكم يوسين درجة حرارة ديال فرن ديال الضوء وبالنسبة لفرن ديال الغاز فديروا الحرارة اللي كتكون متوسطة فكيبقى هادوشك النهائي ديال تفيرة بحجم عائلة اللي وجدت معاكم اليوم كتجيبني نينا وكتجي روعة في الشكل وفي المعطاق السهل انكم تجربوها وتقدموها وليداتكم والعائلة ديالكم بسحة وراحة فهنا كاكون وصلنا للنهائي ديال الفيديو كنتمنى ان يكون خفيفة ضريفة عليكم والفيديو ديال اليوم اللي اعجاب ديالكم فإلى عجبكم متعبئة الحال متنسونيش باللايك وتعليق باش تشجعوني وكتفرحوني وكتخليني نزيد نشارك معكم واسفات اكتر وكان بغي نشكر بزيف بزيف اللي كي خلو لي تعليق زوينة في حالهم وكيش تشجعوني وكان حس براسي بقليني ما كان هدرش غيب وحدي فاخليت لكم راح تلاه الى حلقة مقبلة مع وصفة وفكرة جديدة ان شاء الله